السلام عليكم ورحبا بكم في وصفة جيدا نكملوا مع وصفات العيد الأضحى وهذا المرض لكم بوزلوف كيفاش راح نطيبوه ونخبوه بسكو كما نعرفو وزمان تع العيد يكون عندنا القهمات على اللحم وكل شي أنا صراحة نخلي حتى يفوت عليه وقت باش نخدمه راح نشوفو كيفاش نتبلوه وكيفا نوازوه يتعقر ويشرب هذيك التتبيلة باش يجينا بنين ونشوفو طريقة كيفاش نخبوه شوفو أنا ما صورت الكومش في الأول أنا درت البوزلوف قسمته على الزوج راس تقسمها على الزوج ولديها عند البوشي هو لي قسموه كمحال كرعين درته في الماء درت الماء وورقة تاع الرند ودرت راس تاع الثوم باش تنحينا هذيك البنة تاع البوزلوف وديري معهم شوية تاع الملح حاولي أنك الملح تعرفي كيفاش تخدمي به باش ومبات كين ديرو ميجيك شمالح بزاف ولا ناقصلك في الملوحية شوفو معايا أنا بعد اللي أطبخ لي ولا غلمها يا بخيسك رباح ساعة عشد غايق حتى رباح ساعة المهم باش ميبقه ناش هذك الدم بس كراحين نخبيوه أطنسيون البوزلوف تخبيوه دي عكتما كما نقوله حنا يا مش يمليح المهم أنا يا البوزلوف كنت فيطه في الماء ولا طبخته كما نعرفو باش نحيله كامل هذك يروح له هذك اللوسخ اللي فيه كل شيء المهم أنا كنت غليتو ملاح ورايحة صفيتو وحطيتو في أبلاء وراح نشوفوه التسبيلة تسبيلة واش فيها عندي الملح عندي فلفل لكحل الكمون كمون راس الحانوت والتحمير والفلفل الحمر ونضيرو معاهم الزيت ونخلطو كامل هذي التسبيلة اللولا ومبعد نكملو باقي المكونات شوفوه الملح فلفل لكحل كمون راس الحانوت ودرت معاهم الفلفل الحمر اللي حلو والقصبر مرحي هذو هما التوابل اللي نديروهم يتمشوه بزافة مع البوزلوف نخلط كامل هذو التوابل ونضير عليهم الزيت هنا ديري بخزك ثلثة مغارف والله لحسب البوزلوف اللي حندك انا يا ماهوش كبير غزاف موانيا شوفوه درت بخزك ثلثة مغارف حتى ربع مغارف تاع الزيت نخلطو كامل ونبدو هذك البوزلوف ندهنو به كامل هذيك التسبيلة ديري له في كل من الداخل ومن البرا وذوك اشوفو معايا وشرحيه باش يتدخل في هذيك التسبيلة شوفو هنا يا بلموس تبدأ تشرحيه باش تدخل فيها كي ما قلتلكم هذيك التسبيلة اهنا يا كنت ترس التسبيلة نقصة دوقا نزيد نفس التوابل باش ندير معاهم باش نديرهم في الكرعين ولا فرجلين تاع البوزلوف شوفو هنا يا نزيد انخففها بالزيت باش تمشي معانا هذيك التسبيلة شوفو تبدأ بيدك ولا بالبينسو من الأحسن انك تستعمل يدك باش تعرفي اه باللي التسبيلها الدات كامل اه في البوزلوف في اه كامل اسيقتروا هذوك عجوائيه اللي يكونوا ميبانوش حاولي انك تدخل فيهم هذيك التسبيلة شوفو معايا انكمل انا يا اه كملت كامل هذيك التسبيل دوقا نشوفو كيفاش نكملو الوسواتان وكي موقت لكم المرحلة الثانية تاع التسبيلة انك تدخل بخزك نصف اراس تاع الثوم ديري اه خمس فصوص او والله يكونوا ملح كما نعرفو بوزلوف يبغي الثوم باش شروح ان هذيك الريحة تاعه القاوية المهم تبدأ اه ترابي بالفصة اع الثوم ديري على كامل الجوائيه من الداخل و من البرامة هذيك الرجلين ديري فيهم الثوم اه هنا ملاحظة اثوم اه رابيه به من القشرة تاعه ماو شرح هي اه اه يبغير الطعم والله بالعكس انه القشرة تاعه اه فيها فوائد كي مناعرفو الثوم مش رح تشيه ولا حشرة ولا فسكوه هو حار ماتخافيش عليه ويعتبر كمعاقم شوفو معايا نكمل ارابي كامل هذك الثوم شوف تكميها لبس بيها باش جينا البوز اللي بتاعنا بنين ومع قرر ملح وتبدأ بيدك وتكملي الدخلي كامل هذك الثوم في ذك الشوق وكيمشت معي ومن جهة واحد اخرى عندي البصل طوماطيش والقارس وعندي السر هو الزعتر ولا الزعتر شوف نبدو نحطوا البوز اللي بتاعنا نديرولو البصل من الداخل شوفوا هذك البصل راح يعطيلو بنا وندير شرائح طوماطيش كشور راح يعطيلو شوفوا معي بعد اللي طبي معنا ونكمل ندير البصل على كامل البوز اللوف وندير هنا طوماطيش نقسم الدائرة على زوج وندير الورقة ونزيد الرش عليها شوفوا معي ترش عليها زعتر اللي عند قديرها وفي الاخر نحط طنش تاع القارس باش يعطيلو بنا وطراوة للبوز اللوف ونكمل الرولي في كامل البابي كويسون شوفوا هنا هنا وتزيدي حتى اللي تغلب فيه ابيان هو يدي معك ما يبقاش ايبان معك هذك البوز اللوف وهنا هذة راح نخبيه ونبعد نكمل لكم البوز اللوف هذة راح نخبيه كما قلت لكم البوز اللوف دايما تتخبيه شراحاتي كليه تمثم خبيه قبل ما تخبيه تتخبيه في الماء والملح وديري له الرند والثوم شوفوا نفس التعريقة درت البصل من داخل وراح ندير اللي تخشتاع الطوماطيش وندير ورقة تاع الرند وندير القارس ونحط فوق البصل وردنذير الرشة تاع الزعيكرا سوف نغلبها كامل بالفيلم المونتغ وهو حاولي انك تغلب فيها ملح لا تخليش اللي هو يخرج ولا يبين فيه البوزلوف تشوفيه باين حاولي انك تخبيه كامل وهنا يا ملاحظة راح نخلي لكم كامل التوابي اللي استعملتهم في صندوق الوصف شوفوا اغلب فيها ملح هنا يا رايحة بخذك عشرة ايام ولا ومن بعدها رايحة نتجبدو ان شاء الله ويلاك تب ربي شوفوا ورايح هذه التتبيلة تطلق كامل في ذاك البوزلوف وتجي يجي بنين ومم رايحة تشمي هذه كريحة تاع البوزلوف القاوية شوفوا انغلفوا ونحطوه بجيه هنا يا بهذا الطريقة راح تخبيه في الكنجيلاتي غم ما راح يصرالوا وغيره وبنفس الطريقة رايحة نخدم الكرحين تاع البوزلوف شوفوا نحطهم وندير فيهم البصلة والطماطيج والقارص والرند كما درت في المرة اللولة نخليكم كامل مع الفيديو ونزيد وننساش الرشة الزعتر ولا الزعتر كل واحدة هوش عندها ورايحة نفي الميهبية ونديرو في الكنجيلاتي ونخبيه وقت اللي نحتاجه رايحة نجبدو هنا يا ملاحظة نصف على الراس اللي كنت درتوه في البابي كويسون ما راح نستعمله في هاداك الممجوق رايحة نخلي الغدوة من ذاك باش يطلق هاداك التسبيل راح نخبيهم في الكنجيلاتي وغلي فيهم فيلم أليمنتر والبابي كويسون كيما قلت لكم خلي فقط في الثلاجة والغدوة من ذاك ان شاء الله راح نستعمله وراحين نبرتاجي معاكم الفيديو راح نخلي كامل هادا الشي ابجيه راح نشوفوا معايا كيفاش نخدمه لخليع ولا القديد اللي نستعمله فشتا ان شاء الله نخدمه به المردود ولا العيش ولا كين اللي يقولوا البركوكس راح لي هذا الاسم المهم انا يا انا يا نخلي كل شي ابجيه ورايحة نشوفوا كيفاش نخدمه لخليع شوفوا هنا يا الخليع كيفاش نخدمه وين كينا الكرش ولا البطنة الغنمي تسيبوا هذو احنا نقولوا لهم هذو اللي نخدمه بهم الشوربة والحريرة يجو ارقاك كما فيهم لعبوا المهم راح تنقيها مليح شوفوا وهنا يا تستعملي كما حبيتي هذو اللي نخدمه صغار ولا كبار مهم تخدمي مهم كبار وما بعد كي يبسوا راحين اتكسرهم او تخدمي بهم عادي السر هنا يا وين يكمل في الملح ديري كمية اللي بس بها من الملح في اللحم بسكو هنا يا لحم على طريقات زمان كيفاش راحين نديرو راحين نديرو راحين نديرو كما كنتكو كمية كبيرة على الملح ملح ملحيهم مليح وراحين ننشروه احنا يا راح يبسنا الحم تعنا ديرو حبل ولا كين اللي يدير يحكم تعال كما قلنا مخيط ويبدأ اي كبض الخيط يكون خشين ويلسق واحدة في واحدة كشغل الخيط وديريهم يبس هذا الحم راح يدي معك كما ذكرها شوية الحمان راح يدي معك وقت كبير ثلث ايام يومين على الاكثر ربع ايام وراح ييبس معك مليح احنا يا كما قلت لكم نديروه في الحبل ونخلوه ينشف مليح حتى اللي يبس شوفو ديري الملح وبدأي تحكي فيه حتى اللي تحسيه كامل كمية لبس فيها من الملح نكمل انا كامل كمية اللي عندي وفي الاخير نديرو له الفلفل الحمر اللي حلو باش يعطينا هذه التحميرات على اللحم بس هذا نديروه بزيف في زمن تاع الشتاء نديرو بيه البركوكس ولا نديرو بيه مام المرقة تاع الطعام وحدها كنفسها ولا نديروه في المرقة او في البركوكس ان شاء الله في الفيديو القادم راح نحط لكم البوزلوف في الكوشة ولا في الفوغ يجيب الزف هاي وطارقة تعطيها بكيفاش يطيب معنا ان شاء الله الوصفة عن هاري متكونا عجبتكم ما هي الا فقط افكار كين اللي ينساهد وصوالح نفكروكم من ذاك كيما زمن تاع الملاحظة فقط حاولي انك تنشريه وما يكونش مقابل الشمس باش نديروه الشحم هاذاك ميضوش معك ديريه في بلاسة وين كينا الضل مام كي قابل الشمس راح يكحلك الحم المهم هاذا هي الوصفة تعناتها الخاليين كنا دلنا زوج وصفات كنا دلنا الخليع ولا القديد ودلنا البوزلوف كيفاش انخبي وكل هاذ الوصفات كامل الناس تعرفوهم ولكن فقط للتذكير كين الناس تنسى بسكو الممونتاع العيد نبروفيتو نخدمو كل شي وشي خص نخبيو الاشتاء كيما كانو ناس بشي المهم نتمنى الوصفة تعالى هاليوم تكون عجبتكم ما تنساوش تدروا لي جمب وتخلو لي تعليق تهلا في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام اشتركوا في القناة